رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم توقيع عقد مشروع بناء الإسكان الخيري بمركز أبانات واستمع الأمير فيصل عقب توقيع العقد لشرح عن المشروع ومدة الزمنية وأيضا تكلفته وما يتضمنها من الخدمات وأكد جدوى مثل هذه المشاريع اللي ستستفيد منها الأسر المحتاجة لأسيما في ظل حاجة هذه المحافظة لها داعيا إلى ضرورة الاهتمام والحرص على تسريع إنجاز مثل هذه المشروعات الخيرية ترجمة نانسي قنقر ينضم لي مباشرة أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أهلا سمو الأمير مساء الخير سمو الأمير سيدة من نور حياة كله يا مرحبا يا أهلا يا أخو يا أهلا وسهلا الله يحييك سمو الأميري لات تقول لمتى بدت هذه الفكرة معكم يعني ومتى صارت موجودة في حيز التنفيذ كما أخذت المدة إلى أن تم توقيع هذا العقد واستبشار المواطنين فيها بانات بهالعقد أولا بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم يا أخواني في برنامج الراصد على تغطيتكم لمثل هذا المشروع الحقيقة الفكرة بدأت قبل رمضان كان الحقيقة هناك لزيارة فهذه الزيارة الحقيقة كانت لمركز بانات وفي هذا الجانب كنت الحقيقة أقوم بهذه الزيارة لتفقد منطقة نائية عن مدينة بريدة تبعد حوالي أكثر من 250 كيلو متر وهذه المنطقة بدون أدنى شك بأنها كانت محتاجة لمثل هذه الوقفات وتلمس احتياجات المواطنين لأنهم الحقيقة يعني بعيدين عن كل مشاريع التنمية التي يحتاجها كل مواطن فمنذ ذلك الوقت ونحن الحقيقة نقوم بتلمس احتياجات المواطنين بناء على توجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العيس حفظه الله سمو الأمير يعني أنا زي هالموضوع وزي هالمشاريع بصراحة الواحد يفتخر فيها ولكن وش نصيب المنطقة من رجال أعمالها أنهم يقومون بزي هالمشاريع خصوصا في منطقة القصيم نتكلم أنه لو كان عندنا زي هالمشروع أربعة أو خمسة مشاريع تفرق كثير الأمور عندك وبيخف الضغط أيضا على الوزارات أنها تقوم ببعض الأعمال أنه رجال الأعمال يخدمون أهل المنطقة أولا لا سمو الأمير صحيح أنا أتفق معك لكن الحقيقة ترى سبق هذا المشروع هو يعني التوازن الخيري هناك الحقيقة ما يسمى بالتوازن الخيري التوازن الخيري هو دعم الجمعيات المكتدرة للجمعيات الأقل قدرة في المنطقة ولذلك بدأنا نحن بتلمس مثل احتياجات هذه الجمعيات الأقل قدرة في المناطق النائية وبعد ذلك الحقيقة فكرت في أن يكون هناك مشروع للإسكان الخيري بعدها جاء الحقيقة زيارة لنا معالي وزير الشؤول الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي وعرضت عليه هذا الموضوع ثم بعد ذلك حصلنا على دعم من وزارة الشؤول الاجتماعية بقدر مليونين ريال هذا الحقيقة الذي حصل بالنسبة لهذا المشروع فكرنا الحقيقة تفضل يا أخوي عندك سؤال أقول سمون أمير أبانات هل نقدر نعتبرها مرحلة أولى بتلحقها مراحل أخرى للمحتاجين في المنطقة يعني نقول أبانات مجرد لبناء أولى بعدها لبناء إن شاء الله بناء لمشاريع المحتاجين في المنطقة بدون أدنى شك هذا الحقيقة يعتبر المشروع الأول ونحن إن شاء الله في صدد الآن أن نقوم بإنشاء جمعية خيرية للإسكان التنموي أو الإسكان الخيري وهذه الجمعية سوف يساهم فيها رجال الأعمال والمكتدرين إن شاء الله تعالى هناك الحقيقة العديد من الجهات في المنطقة التي تحتاج إلى الإسكان الخيري نحن الآن في صدد جمع مجموعة من رجال الأعمال اللي يساهم في مثل هذه الجمعية وإنشاء مثل هذا الإسكان الخيري دعما للدولة أمير يعني أتصور في الحقيقة نحن نسير على خطى سيدي خادم الحرمين الشريفين لأن سبقنا الحقيقة في منطقة الرياض عندما كان أميرا لمنطقة الرياض أنشأ جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري وهذه الجمعية نجحت نجاحا باهرا ثم المجتمع ورجال الأعمال عليهم مسؤولية كبيرة في مثل هذه المشاريع الخيرية وأبشرك بأنه الآن والله الحمد لله وقعنا العقد لأكثر من 19 منزل يوم أمس وسوف ترى النور قريبة وسوف نقوم بتفقدها إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ونضع حجر الأساس لهذا إن شاء الله كم مدة تنفيذ المشروع سمون أمير؟ لا يتجاوز ثمانية أشهر بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني لعلهم إن شاء الله على بعد رمضان يعيدون هناك إن شاء الله إن شاء الله تعالى هذا المؤمل وأبشرك بأن رجال الأعمال والجهات الخيرية والجهات الحكومية ساهمت معنا وكثير من الشركات تنازلت عن أرباحها في بناء مثل هذه المشاريع والجميع متفاعلين سواء القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص لأننا الحقيقة يعني نسعى في عمل خيري والعمل الخيري الحقيقة يعني محبب لدى أبناء هذه البلاد والله الحمد في هذه المنطقة وفي سواها من المناطق الأخرى السمون أمير تصور أن هذه الفكرة الرائدة لأمارة القصيم صحيح كانت موجودة في رياض بعض المناطق أيضا لكن في مراحل أخرى تتبعها لتطوير بيئة هالأحيا اللي يسكنونها من الناحية الخدمية وأيضا البلديات والنواحي التعليمية بحيث تكون مناطق جاذبة وما تكون مناطق لفئة بس محدودة الدخل توافقني الرأي في هذا الموضوع آسف ترى الصوت ينقطع ولا يكتمل السؤال عندي لكن أنا أريد الحيقة أن يسلط الضوء على جانب مهم المشاريع الخيرية مثل هذه تحتاج لها الحيقة إلى تعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وفي نفس الوقت الحيقة دعم الدولة بالحيقة توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموالي عهد الأمين وسموالي ولي العهد لهم الحيقة الباع الكبير في دعم مثل هذه المشاريع وكما سمعت قبل قليل هذا الدعم الذي وصلنا من وزارة الشؤون الاجتماعية ساهم في أن نقوم ببناء مثل هذه المساكن وأنت تعرف أن السبب بأن هناك بعض الضعفاء أو بعض المحتاجين لا يرغب بأنه يبتعد عن مكانه أو أرضه أو مسكنه لا يحبّذ أن يكون في مشاريع الإسكانة التي قامت ببناءها الدولة فيريد أو أن يحتاج يبقى في مكانه فهذا هو الحقيقة الأساس في أن يكون هناك مشاريع سكنية بالهندسة القيمية بمساكن مختصرة لمثل هذه الأمور وأبشرك الحمد لله بأنها ستكون ناجحة وسوف تكون مثالا للمناطق الأخرى سمو الأمير يعني صراحة الجهد اللي بدلته جهد مرة مميز خصوصا مع رجال الأعمال ومع أيضا القطاعات الحكومية أنا بشكرك بن يابا عن القناة أنتوا في القصيم فاتحين الأبواب مشرعة تماما عند أغلب القطاعات الحكومية وما أخذين راحتنا فنشكرك صراحة على تعاونك سمو الأمير دائما فاتحين الباب في كل المواضيع خصوصا اللي فيها نقد شوي فصابرين علينا شوي ومتحملين لا أبدا أن الله يحييك والحقيقة هي نحن في حاجة إلى مثل هذا الانتقادات أو مثل هذه الاستفسارات والقلوب مفتوحة قبل الأبواب لكم ويهمنا دائما نطلع الرأي العام على كل ما لدينا أشكر هذا الحضور منكم سمو الأمير يعطيكم العافية تعودنا على الشفافية والتوجيهات الكريمة لدينا بأن نكون إن شاء الله دائما واضحين شكرا لك سمو الأمير الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود أمير منطقة القصيم وأنا أشكركم في هذا البرنامج إن شاء الله المتألق دائما والذي يسلط الضوء دائما على كل ما يهم المواطن والوطن وأبارك للجميع في مرور عام على البيعة لسيدي خادم المرامين الشريفين الله يبارك فيك سمو الأمير شكرا لكم يعطيكم العافية سمو الأمير شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم